امبارع اتكلمنا على البلاغ اللي قدمه سامير راس صبري ضد شرين بسبب انها قالت في حفلة في البحرين اللي بيتكلم في مصر هيتسجن النهاردة انقبت الموسيقيين اوقفت شرين واعلنت وقف شرين لتهديد الامن القومي امبارع احنا عرضنا البلاغ اللي عمله سامير صبري وبعدين علقنا وطلع سامير صبري قالك شرين هتتحبس عشر سنين ماشي ده اللي بيحصل بسبب تصرحات شرين وقلنا لكم ارحموا شرين العبد فين بقى اقولك العبد فين طلعوا يقولولك معتز مطر هو اللي سخن سامير صبري والله كده بص وبدأت فين العنوان فين العنوان انتظر ليه فين العنوان يا جماعة بتاعت الخبر اصلا المهم قالك وبدأت القصة عندما علق الاعلام الاخوان الهارب امس في برنامج نشر الاخبار انكذبة ومدعيا انها صرحت بحفلها الاخيرة بجملة اساعد فيها المصر يعني احنا اللي قلنا كيلو هيا ما قالتش حاجة وعلق قائلا بجد من نتعاطف مع الفنانة اللي قلها اطراف الحقيقة دايما بيعرضها لمطردات من الكلاب المسعورة ونقلين كلامنا ونقلين كلامنا تأثرا بمقاله مطر بص يا جماعة قدم المحامي سامير صبري بلاغ رسمي للنائب العمد الدشرين يعني سامير صبر اتخدع هم عايزين يلموا الموضوع زي ما بقولك عصابة فجرة ومرعوبة فقالك قال لا 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 ده موضوع شرين هيسخن لا يا عم اللم اي حاجة عشان التعديلات الدستورية وشرين طلعت بيان بنفس الصيغة تقول ان احنا السبب الجرائد بتكتب دلوقتي عدله من ثلاث ساعات ان سامير صبر البلاغ ده تقدم بناء على الكتبة اللي احنا قلفناه وشرين تنزلت قالت ان ده بسبب دايما ان بيحصل فينا كده اول رد من شرين عبدالوهاب على الغناء اقافه على الغناء وحالة تحقيق قامت ملبسها لنا معنا احنا اصلا ما عملناش حاجة غير ان احنا عرضنا البلاغ بتاع سامير صبري تعالوا نفتكر بس قولنا ايه شرين دلوقتي بيطردوها العسكر تاني كانت في حفلة في بحرين فهم ايه لا انا قلت بتقول دلوقتي قدر اتكلم براحتي عشان اااااااااااااااااااااا ايه واكده قدر اتكلم براحتي عشان في مصر اللي بيتكلم بيتسجن ده طرف الحقيقة اترفعت عليها قضية المدعوة بتصريحها قسائت لبلدها ايه سات والله ما قساء لبلدو غيرك وغير امثالك ايها الاجعر بخلاف الاستقواء والاستدعاء الخارج فاحنا شفت كنا بنعلق على البلاغ اللي عمله سامير صبر ضد شرين نتيجة ان هي قالت كده فقاموا مقالوازين الحكاية وقال بينها بالليل انه ان سامير صبر يعيني المحامي الشريف تخدع بناء على اللي احنا قلناه فراح عمل البلاغ بس احنا خلاص بقنا كويسين وشين نزلت بيان مش انتوا بقيتوا كويسين ومش هتعاقبوا شرين يا الله يا سيدي الحمد لله الحمد لله قصة اهوا بص ده العنوان بقى بقى كده قصة تسخين معتز مطر لسامير صبر اتحكت عليه وشربتوا عصير حاجة اسفرة في الهجوم على شرين عبدالوهاب دون دليل تلعت شرين بريء الحمد لله انه تلعت شرين بريء اموا بصوا بعض اموا بصوا بعض وانتوا بتبصوا بعض وبمنكم اتزبطوا يعني الحمد لله ربنا يهني سعيد بسعيد المهم من نشرين تمام